فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم هذا كما سبق لا يظهرون الصليب في طرقات المسلمين أو أسواق المسلمين بأن يلبسوه على صدورهم أو على سياراتهم أو على مبانيهم أو سفاراتهم أو غير ذلك هذا لا يجوز وكذلك ولا كتبا ولا كتبا هذا سبق من كتب أهل الكتاب ولا نضرب بنواقسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا إلا ضربا خفيا من عادة النصارى كما سبق أنهم يجتمعون للصلاة بضرب الناقوس وهو جرس يضربونه فيكون له صوت إذا سمعوه عرفوا أنه دخل وقت صلواتهم يتوافدون على الكنائس فإذا كانت هذه الكنائس في بلاد المسلمين في بلاد المسلمين في غير جزيرة العرب أما جزيرة العرب فلا يجوز بناء الكنائس فيها لكن إذا كان هذا في غير جزيرة العرب يعني عاهدناهم استولينا على بلدهم وعاهدناهم على أن يدفعوا الجزية ونتركهم على دينهم حينئذ لا نمكنهم من ضرب الناقوس والبلد بلد إسلامي وإنما يضربونه ضربا خفيا